مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد انقشاع ظباب ونسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية في الأجواء تصبح مغاشات لكن سحب روكاميارا ديامطيرة ستخص المرتفعة والهذاب قول خلال الأمسية مرفوقة بأمطار على شكل زخات إن شاء الله هذه الأمطار ستلتحق على شمال الصحراء أقصى الجنوب مرتفعة الهجار والتسلي نمتشن درجة خلال هذه الهنة وخاصة صباحات الغد على كونس طيف كذلك قلمة ميلا خنش لسوق هراس وحتى على باتنا 21 درجة على السواحد ننتظر 28 درجة على الخطة الرابط ما بين تين دوفد بشار غردية بسكرة مغير تقورت وحتى على إليزي ترتفع لغاية 21 درجة على مقايص على الصحراء الوسطى ولن تتعدى 23 درجة على الثامن رسد أما خلال ظهيرة الغد درجة الحر القسوى إن شاء الله تبقى فصلية تقريبا على كافة المرتفع الشمالية خاصة الوجهة الساحلية مع نسبة رطوبة عالية ننتظر مقايص ما بين 30 من غاية 34 درجة ترتفع لغاية 29 درجة على غيليزان مع سكار شلف حتى جنوبا على جولات 43 درجة على إليزي 45 درجة على تين دوفد لكن ترتفع تقس حرص يخص الصحراء الوسطى وكذلك أقص الجنوب درجات الحر القارب تحت بل 46 درجة أما البحر خلال يوم الغد ننتظر بحر هادئ وجميل على الوجهة الساحلية الغربية لكن من هادئ إلى قليل اتراب على الساحل الوسطى وكذلك الشرقية رياح ضعيفة غربا وشرقا لكن معتدلة على الوسط لتقارب 40 كم في ساعة درجة حرص مياه البحر تقارب 26 درجة مئوية ترجمة نانسي قنقر